في إطار فعاليات الدورة الرابعة للملتقة المعهد العالي للدراسات البحرية مع المقاولات والمؤسسات العمومية عندنا في هذه العشية لقاء كونفيرونس حول موضوع الجيوستراتيجية البحرية المغربية في إطار النموذج التنموية الجديد للمغرب في هذا الإطار سننقشون ما هو دور الأمور البحرية والسياسة البحرية في نموذج التنموية الجديد كيفاش بغينا سياسة البحرية الوطنية أنها تدعم وتكون حافز وتكون من أسس ومن مدعيمات النموذج التنموية الجديد في هذا الإطار كتطرح عدة أمور كتطرح الأمور المتعلقة بالأسطول المغربي انتلاقا من أن المغرب حاليا يعد قطب جهوي اقتصادي جهوي كبير في إفراغيا وبأن عدد من الدول الإفراغية حتى على مستوى شمال إفراغيا والشق الأوسط يتطلعون إلى أن المغرب يلعب دور ريادي في الجوانب الاقتصادية والسياسية والعلمية وبحكم موقعه الجيوستراتيجي بحكم دوره وكذلك الدور الذي يلعبه صاحب الجلالة على صعيد السلم وأمور تعلق بالاستقرار الجهوي للمنطقة فالمغرب ينظر إليه على أنه من الأساسيات استقرار الجهوي في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وفي هذا الإطار المغرب إذا أبغى أنه يكون قطب جهوي ورافعة جهوية مهمة في القرى الإفريقية لازم يتوفر على أسطول بحري استراتيجي أساسي لا نقول أسطول بحري للدول الكبيرة أسطول كبير لا فقط ما هو أساسي وضروري من أجل خدمة النموذج التنموية الجديد للمغرب وفي هذا الإطار سننقشوا هذه الأمور إذن إذا نضروا على أسطول ونضروا على سياسة بحرية سياسة بحرية فيها بعدة أمور داخل فيها حتى سياسة المينائية الحمد لله عندنا استراتيجية مينائية في أفق 2030 المغرب يتوفر الآن على أقطاب مينائية كبيرة وما زال غادي في واحد الخطة تنموية كبيرة للموانئ لكن لازم تواكب هذه الخطة المينائية خطة سياسة بحرية يعني ترى المستقبل وتشتغل للمستقبل انتراقا من الحاضر داخل فيها التكوين داخل فيها السلامة البحرية داخل فيها العلوم البحرية أنتم تعرفوا بأن المعد هو المؤسسة الوحيدة لتكوين الأطر العليا في مجال الملاحة البحرية والمواري وعلى هذا الأساس الميناء يمثل نواة صلبة ومحمل للعلوم البحرية وللخبرة البحرية المغربية ولهذا يجب المحافظة على هذا المعهد وتدعيمه والدعامة للمعهد من بينها وجود أسطول أقل ما يمكن عليه نقوله مينمال اللي غير يمكن أن هاد الخرجين أنهم يشتغلوا فيه وكذلك هاد الخرجين يلقوا فين يدروا التداريب الميدانية إذن الكل المتشابك هي سياسة بحرية شاملة بما فيها السياسة المينائية ولكن عندها محاور أخرى منها التكوين البحري منها المحافظة على البيئة البحرية منها كذلك السلامة البحرية بصفة عامة ومنها علاقتنا كذلك مع المنظمة البحرية العالمية وكيفاش اشتغالنا في المنظمة البحرية العالمية كدولة بحرية احنا دولة عندها واجهتين بحريتين عدنات 3500 كم ديال الشواطئ إذن من المفروض علينا أن نكونوا فاعلين في إطار المنظمة البحرية العالمية